قمة أخرى استضافتها العاصمة السعودية الرياض غايتها البحث عن حلول لإنهاء الحرب الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وهذه المرة كانت عربية وإسلامية على مستوى التمثيل وغير مسبوقة فخامة في مكان عقادها ورفعة في صفات المشاركين فيها وعلى مستوى الجوهر حلول على المدى القريب لا مساحة لها على الأرض من جهة وحلول أخرى مستدامة رغم عائديتها إلى أكثر من 76 عاما ولا آذان تصغي لها على المستوى الدولي المنقسم في الرؤى والاتجاهات من جهة ثانية الإدانات للفضائع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة من إبادة جماعية وتصفية عرقية لم توقف ما يجري على الأرض من موت ودمار القرار الذي ينهي معاناة غزة وأهلها كان هو الغائب عن القمة كما كان الغائب عن قمة من عربية وإسلامية وأممية خلال أكثر من سبعة عقود وفي القمة أيضا الرصد للفضائع الإسرائيلية كان أحد عنوينها كما كان السرد التاريخي لما جرى ويجري العنوان الرديف أيضا المشاركون في القمة اعترفوا بالمسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقهم تجاه القضية الفلسطينية لكن العجز في ترجمتها على أرض الواقع كان أقوى من هذا الاعتراف الرفض لاستمرار العدوان والتهجير بدى واضحا في القمة وإن كان العدوان الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين لا يزال مستمرا في نهاية المطاف تدوير للحلول المطروحة دائما والاستعداد للمضي في مسار السلام لكن كمائن الحرب وفخاخها على أرض فلسطين تكبح الاستعداد وتحجب الرؤية وتعقد المسار ويظل السلام غاية خلف الحروب العبثية